قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبيئين لهم من فوقهم ظلل من النار لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين جتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى لهم البشرى فبشر عماد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألبام أفمن حق عليه كلمة عذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد